تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تانيئة بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عبر فيها عن خالص التهاني والتمليكات بهذه الثقة الملكية السامية ونوها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في برقية بما يقوم به سمو ولي العهد حفظه الله من جهد وقيادة حكيمة شهد بها الجميع متمنيا لسموه التوفيق والسداد لمواصلة العمل لما فيه خير الوطن وعزته ورفعة شأنه ورفاهية شعبه الكريم اشتركوا في القناة